اشتركوا في القناة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطوير التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أشمل في مختلف المجالات في إطار جهود اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك المبرمة بين البلدين لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة كما تم تبادل وجهة النظر تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي ومستجدات الوضع المأساوي في قطاع غزة والجهود الإقليمية والدولية الهاتفة إلى وقف الحرب في القطاع وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم بالإضافة إلى الجهود الإقليمية الرامية إلى وقف التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح وبحث الجانبان الاستعدادات الجارية لنعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي سوف تستضيفها مملكة البحرين في 16 مايو الحالي وبرنامج عمل القمة والموضوعات والقضايا المقرر إدراجها على جدول أعمال اجتماع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية ترجمة نانسي قنقر